إذن لمراقبة الجارة الشمالية كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق ثالث قمر صناعي للإستطلاع العسكري والتعزيز قدرتها على التجسس العسكري على بيونج يونج هذه المهمة ستتم عبر صاروخ من شركة سبيس أكس الأمريكية ومن المقرر أن ينطلق في الأسبوع الثالث أو الرابع من ديسمبر عملية الإطلاق هذه هي جزء من خطة سيول لتأمين خمسة أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025 لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل وبعد إطلاق جميع أقمار التجسس الخمسة وتحديد مدى قدرتها على تنفيذ العمليات بدقة من المتوقع أن تتمكن السول من مراقبة أي هدف في كوريا الشمالية في غضون ساعتين أيضا تخطت سول لإطلاق أقمار صناعية صغيرة بين عامي 2026 و2028 تزن أقل من 500 كيلوغرام أما الأقمار الأصغر حجما وتزن أقل من 100 كيلوغرام سترسل بين عامي 2028 و2030